السلام عليكم معكم طلال نقار بتابع معكم بسلسلة السوائل بعدنا نحكي موضوع الاديمة هذا الجزء الخامس هايحكي هالمرة عن وذمة مميزة بسموها الوذمة الدماغية حكينا بالمخاضرات الماضية عن آليات او إزاء الماضية عن آليات تشكل الوذمات المحيطية عن خصص الكلام اتبعنا عن الوذمة الدماغية مثل ما اللي يميز الأنسيج الدماغي والنسيج الدماغي بانه الكابيلر يستبعه من النوع الكونتينيوس اللي هي تايت ما في أي فراغات وما في أي مرور لأي شيء إلا بحاجة إلا بإذن بمعنى آخر ما في عبور للسوديوم وبقية الشوارد وبقية الإلكترلايتس مثل ما بالأنسيج المحيطية أنه هي بتعبور حسب تركيزها لا أبدا هون في عدي مستقبلات دوما وبالتالي تركيز المنحلات الأوزملايت بالأنسيج الدماغي مضبوط وبشكل دقيق طبعا هذا شيء يعود للفضل لأولوة الحاجز بعائي الدماغي في عندي تايت من جوه تايت جونكشن إضافة إلى في عندي الأسرسايت ترسل الإستطالات تبعها ما بدي أدخل بهذه التفاصيل بس خلاصة الكلام أنه في عندي أنا البلد برين باريور اللي هو حاجز بعائي الدماغي اللي بيمنع عبور أي شيء الدماغ ما بدته يهد دماغ بتحكم أو المنطقة أو بتتحكم بكل الإلكترلايت اللي بتعبر وإلا كان واحد مثلا ممكن يأكل ملحي زيادة بيعصب مثلا أو بيأثر على مزاجه لا في كله كله مضبوط لأنه أي شيء هون محسوب كل الإلكترلايت هون بتغير كتير بمزاج الشخص أو بوظائفه والتي لازم يكون مضبوطة تماما هاي طيب جونكشن حبيتني مرة ثانية نركز على هذا الموضوع البلد برين باريور اللي بيمنع هذه المظاهر وبالتالي إذا الواحد ارتفع ضغط الدم عنده الرشح ما هيزيد عبر الكابيلري في دماغ لأنه أصلا ما في رشح هي كله مستقبلات ونواقل وبالتالي ما بيصيب عنده وزمة دماغية إذا تفاعد ضغطه شوي مثلا صار ضغطه 120 أو 160 أو 170 لازم يتخرب الحاجز الوعاء الدموي قبل ما يصير في عندي شيء اسمه وزمة دماغية ناتجة عن ترفاع الضغط في عندي نوعين رئيسيين الوزمة الدماغية البيزوجينيك قديمة يسمونها البيزوجينيك والوزمة الثانية هي السيتوتوكسيك البيزوجينيك هي سبب تخرب الحاجز لبعاء الدموي الدماغي لسبب ما بيتخرب وبالتالي بتعبر السوائل بتعبر البروتينات والإلكترولايت وبتساوي وزمة دماغية خارج خلوية أساساً بينما السيتوتوكسيك قديمة بيكون في عندي خلل بالمستقبلات أو النواقل تبع الكالسيوم والسوديوم وبالتالي السوائل بتدخل لداخل الخلية وبتساوي وزمة خلوية أو في عندي تجمع السوائل داخل الخلية وطبعاً متما تعرفوا حيز الدماغي مقصور السكال القحف موجود وبتالي ارتفاع الضغط داخل القحف حيصير بمجرد حدوث الوزمة الدماغية وبتالي بيأثر على وظيفة الدماغ ما هو موضوعي الأساسي أنا بس عم حاولي أتذكر بس بالآلية الفيزيولوجية أو الآلية اللي بتتميز الوزمة الدماغية عن باقية الوزمات فمتما قلنا فيزوجينيك والوزمة التوكسيك حكيناهم ما بدي أرجع أقولهم مرة تانية اختصر الوقت الفيزوجينيك منشوفها لما بيكون في عندي رضوط دماغية نزف دماغي مثلاً أو بالسكندري فيزة الإسكيميا بحالات الإقفار الدماغي بس بالمراحل الثانوية تبعه ملما السايتوتوكسيك منكون منشوفها بالمراحل البدئيلة السيرب الأديمة الإسكيميا النقص التروي الدماغي والليفر سيروسيس أو الليفر فاليور اللي هي السيرويتك بيشينيك هلأ فكرة ربما يعني أنا بذكرها لحكينا هلأ عام 2024 أنا برجع بالتاريخ على أقل عشرين سنة اللي وراء كانت الراكتس كانت ستاندد أوف كير بمشافي كتير بسورية حقيقة أنه يعطي السيرويدات أو الديكساميتازون لكل مرضى الوزمات الدماغية سواء كان فيزوجينيك أو ساتوتوكسيك حين الممارسة كانت شائعة جداً وكانت يعني حاربنا هي كتير حقيقة نحن لحتى نبطلها ببعض المشافي ومبرفزة ساتة مستمرة أو لا مرضى نزوف الدماغية ومرضى الرضود الدماغية الوزمات تابعهم وزمات فيزوجينيك السيرويدات ما بتفيد فيها أبداً السيرويدات ممكن تفيد بساتب توكسيك إديما لسبب الأورام وبسبب بعض الإنتانات الإتهابات السحاية ممكن تشتغف فيها السيرويدات وحتى مستطب مثلاً ببعض الحالات الأورام إضافة لبعض الإنتانات بينما بقية الحالات أتمنى ربما اللي عم يسمعوني هلأ بـ 2024 إنه ما سمعوا بحياته عن إعطاء ديكساميتازون لمريض رد دماغي أو مريض نزف داخل الدماغ أتمنى هلوم مبارسة ما أنا موجودة طبعاً فيه إبدنس واضح كان عليها الكلام أنه هي بتزيد الأذيء أو الوفيات ما بتذكر بس بتزيد النتائج السلبية ما بتحسن أبداً ونتائج السلبية ما بتذكر بالضبط كانت وفيات ولا موربيديتي بس كانت كتير شرية سيئة وبالتالي ما أنا بتذكر مثلاً بال2007 ما هذه ما كنا نعطيه أبداً بالمشافئة التي كنت اشتغل فيها كانوا مخطعين منها جماعة الجراحين للأعصاب الله يزيهم بالنسبة للإسكيميك ستروك في عندي نوعين من الوظمات ممكن تصير فيها سيتوتوكسيك اللي هي سبب متما أنه فشل القنوات الصوديوم والكالسوم اللي هي معتمة على الـ ATP فبيتجمع السائل داخل الخلايا بينما الفيزوجينك بتصير بعدين وبالتالي بتتراكم السوائل والبروتينات بتدخل لداخل الأنسجة الدماغية وبتساوي وزمة دماغية هلأ فهيني أحكي النقطة الثانية أنه التفريق بين الدماغ والأنسجة المحيطية بالأنسجة المحيطية المنحلات الصغيرة تعبر الأوعية من خلال القاس من خلال الثقوب أو الفتحات بين الخلايا بتعبر بشكل سريع لدرجة أنه بيصير في عندي التركيز على جانبي الوعاء طرفي جدار الوعاء نفسه الصوديوم تركيزه داخل الخلايا عفواً تركيزه داخل الأوعية وعادة تركيزه بنسيج الخلالي وبالتالي الصوديوم بالنسبة للدم ما بيشكل أي أوزموتيك فورس ما بيعمل أي فلويد موفمين يعني الصوديوم بيمانه تركيزه على جانبي داخل الأوعية وبالنسبة للإنترسيشوم نفسه الماء ما بيتحرك الماء داخل أو خارج بالأوعية بسبب الصوديوم نفسه لأنه تركيز نفسه بينما بالنسبة للدماغ الكلام مختلف في عندي أول شيء تايد جنكشن في عندي ترانسبورترز وبالتالي الصوديوم مثلا ما بيعبر النسيج الحاجز بعيد دماغي بسهولة وبالتالي لو صار في عندي كان مثلا تركيز الصوديوم طبيعي داخل جسم 140 مثلا وبالأنسيج الدماغي نفس التركيز حيكون 140 وبالتالي ما في حركة السوائل بين داخل وخارج الدماغ لو صار نقص صوديوم سريع مثلا خارج الأنسيج بالدوران المحيطي بالإترافاسكولر الصوديوم داخل الأنسيج الدماغي ما بتغير بسرعة الدماغ بحاجة لوقت لا يغيره فلما بيكون معدل هبوط الصوديوم أسرع من قدرة الدماغ على المعاوضة حكيت الكلام بمحاضرة الصوديوم الصوديوم هون حيتحاول لأفكته باوزمولاي وحيدخل السوائل لداخل الدماغ هاي الكلام بيطبيع على الصوديوم بيطبيع على السكر بيطبيع على اليورية مرضى الحماض خليوني السكري ما لازم تنزل ihren سكر الدم بشكل سريع بس نزلته بشكل سريع اليورية السكر داخل الدماغ ما ينزل بنفس السرعة وبالتاليي عيش في باللي هوزمة دماغية ويساخد السوائل لداخل الدماغ punkt اليورية نفس الشي لما يكون في عندي مريض قصور كلاوي وما عم يغسل مثلاً فترة طويلة فما بس يعمل له جلسة غسيل مطول لأنه حينزل اليورية عنده بشكل سريع بالدوران وبيبقى عالي داخل الدماغ أو داخل الأنسج الدماغي وبتالي بيسحب السوائل لداخل الأنسج الدماغي وبساوي وزمة دماغية فرابط الموضوع أنه الوزمة الدماغية قد تحدث بسبب نقص الصوديوم السريع أو نقص السكر السريع بحالة حماد أو تخفيض اليورية السريع بحالة المرضى القصور الكلاوي المزمن أو القصور الكلاوي النهائية هيك بكون خلصت الفكرة اللي حبيت أعرضها أنا أحاول جزء مشان يكون المقادرات السريعة أتمنى أنه نالت إعجابكم بقي الجزء الأخير هو التشخيص التفريقي للوزمات بناء على الكلام اللي حكينا السلام عليكم